بسم الله محاضرتنا اليوم رح تكون عن الـ Balances on Non-Reactive Processes ولي بيضغطيها المادة اللي في Chapter 8 من الـ References اللي حي نتعامل معه وهو بلدين بروسو بهذا الـ Chapter رح نحكي عن الـ Energy Balances عن Non-Reactive Processes بطريقة عمق شوي من اللي كنا نحكي عنها في الـ Chapter 7 هاي بس من راجعكم شوي هون انه في عندي طلعنا على Open System ما في عندي shaft work ولا كانت الـ Energy هتكون الـ Energy Balances Equation هي بقى عن Q بتساوي دلتة H-Dot ودلتة H-Dot بتساوي ال-NI في ال-H-I-L منت ال-NI في ال-H-I-N فال-H-I هدو وليد منتذكر ان هم بقى عن specific Enthlpies لل-Inlet وال-Outlet حسب الـ Stream اللي عندي على الـ Conditions المحددة لهذا الـ Stream يعني temperature و Pressure و State of Aggregation اللي هو الـ Phase حسب الـ Reference اللي احنا بنختاره نذكر انه احنا كان في عننا Reference Conditions كنا نتحددها وبناء عليها بنختار أو بنحدد قيمة الـ H-Hat اللي هي الـ Specific Enthlpies فهذا الشابتر شو بدو يساوي؟ بدو يفرجينا كيف نحسب الـ H-Hat والـ U-Hat لما يكون في عننا Tables يعني في المادة السابقة كنا نحكي عن Steam Tables نطلع منها قيم الـ Specific Enthlpies و Specific Internal Energy طيّر ممتاز لكن شو اذا كانت المادة مش Steam مش Water شو بدي اعمل؟ كيف بدو احسب الـ H-Hat والـ U-Hat هذا اللي راح نمشي فيه بهذا الـ Chapter و اول ما نطلع الـ H-Hat والـ U-Hat خلاص بدو نرجع لـ التانية النفسة اللي كنا نتعامل فيها سابقا فهون بس نعمل الـ Review سريعة للـ Reference State لشان نتذكر انها مفهوم أساسي نبني عليه الشغل تبعنا هون فننذكر انه نحن نفر نو the absolute value of U-Hat for a species at a given state ما عندي اشي اسمه قيمة مطلقة للـ Internal Energy واصلا نحن نفر نحتاج to know the absolute value احنا بس اللي بهمني انه قديش قيمة الـ Delta U أو Delta H نسبة للـ Reference State اللي انا بحددها وبالتالي we may therefore arbitrarily choose a Reference State for a species and determine Delta U-Hat اللي هي حتكون الـ U-Hat minus U Reference إذن احنا دائما الـ U-Hat Reference High الـ U-Hat F1 هون اللي هي دائما عبارة عن اللي نتعمل معه و اللي نحطها هي فعليا الـ Delta U-Hat اللي هي بتساوي U-Hat minus U Reference ليش لانه احنا لما نحدد الـ Reference State اللي عندنا منقول انه هاد هو Reference State وعندها الـ Reference State الـ Specific Internal Energy بتساوي 0 أو الـ Specific Internal تساوي 0 وبعدين ببني عليها كل الـ Difference الثانية فبالتالي هون بهمني اني احدد وكون عارف شو هي الـ Reference State لما انا بدي ابني عليها هلا بالسابق كنا نحكي مش دائما بهمني اعرف شو هي الـ Reference State اذا كنت عم بتعامل مع الـ Table معين لانه انا بختار نقطتين من هالـ Table و بلاقي الفرق بيناتهم و طالما انا عم بتعامل مع نفس الـ Table بالتالي القيمة الحقيقية او النقطة الحقيقية اللي انا بتعامل معها تـ Reference State مش كتير مهم بني لكن هون مهمني لانه بدي ابني حساباتي عليها وهلا راح نشوف هاد الحكي اللي عم نحكي فيه كيف نمشي فيه خطوة خطوة فهون نقول اصلا كل القيم اللي بيبنين في الـ Steam Table كانت مبنية على انه الـ Reference State هو الـ يعني الـ عند الـ 0.00611 فاحنا دائما بـ الـ أنا بحدد الـ 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 0.01 والـ 0.00611 فلما نحكي انه لو طلعنا على الـ Table B7 في الكتاب عندنا وشفنا انه الـ حنقرأ انه الـ هذه القيمة زي ما نذكر ما بتعني انه الـ 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 في هاي هي وانما هي بتعني انه الـ من يعني لما ينتقل من حالة الـ 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 من مفروض نرجع مع بعض وهون بدنا نشرح الطريقة اللي بيتستخدمها عشان احسب هدول الهات والهات بين الهات الهات اللي احنا حددناها. فهاي الميثود بسميها انه بتعتمد على اشي اسمه وهاي الطريقة بتعتمد على انه احنا شو يعني بعتمد على انه قدش التمبرتشير والشو هو الهات والا سولد وان احنا احنا حكينا انه الواتر فيبر على عشرة بار واربعمية دقليل سليسيس هاي هي الهات تبعتها نسبة للهاتي لكن كيف وصلنا من هذا الرفرنسيستيل للنقطة اللي انا بدي اياها هذا الحكي ما بيأثر على قيمة اليوهات والاتشاك يعني نرجع مرة تاني هل انا بالاول رفعت من الحرارة من 0 جريس سلسيوس ل 400 جريس سلسيوس وبعدين رفعت الضغط من 0.00611 ل 10 بار وبعدين بخرت من لكود لفيبر ولا العملية كانت عكسية ولا بدأت اول اشي بالفيز بعدين غيات البرشرة بعدين التمبرتشر هذا الحكي كيف ممشيت كيف ما وصلت من هاي النقطة لهاي النقطة ما بيأثرلي على هاي القيمة انها عبارة عن state property بتعتمد على الحالة الحالية لا تعتمد على كيف وصلت لهذه الحالة هذا الحكي اللي نحكيه هون واللي يعني بيعطي نفس هذا المفهوم طب التالي هلأ انا بدي اقسم التغيرات اللي بتصير بالستريم اللي عندي عشان احسب ال H hat او ال U hat لمجموعة من الخطوات وهاي الخطوات كلها مع بعضها بتصير اسمها hypothetical process path اوكي فبدي بكل مرة اغير بس اشي واحد من دولة ثلاث شغلات يعني يا بدي اغير ال state of aggregation يا بدي اغير temperature بدي اغير pressure وفي كل تغير بكون العاملين التانين ثابتين يعني مثلا ازا قال عني change in pressure هذا ال change in pressure بدي اكون at constant temperature و constant state of aggregation يعني بس بغير ال pressure وبشوف تأثير تغير في ال pressure هذا على ال U hat او ال H hat بس بغير ال pressure ضروري اكون مثبت ال temperature و state of aggregation فمثلا مثلا على هذا الحكي compressing hydrogen gas from on atmosphere to 300 atmosphere لكن شو add 25 degrees Celsius وطبعا غاز بيضله غاز فبالتالي هاي العملية هي type 1 process اذا لعنا 5 types هون type 1 هي change in pressure على constant temperature and state of aggregation type 2 change in temperature at constant pressure and state of aggregation يعني عندي ما يباردة على المفتوح الموجودة في بيكر وهذا بيكر مفتوح الاتمسفير فبالتالي ال pressure دائما الاتمسفيري ال pressure وال liquid water ضلت liquid water وعم بسخرها من 10 degrees Celsius ل 30 degrees Celsius بس عم بغير الحرارة على نفس ال pressure وعلى نفس ال state of aggregation هاي type 2 اما type 3 في phase change at constant temperature and pressure يعني مثال ذلك melting ice at 0 degrees Celsius and then heating the liquid water to 3 degrees Celsius all at 1 atmosphere is type 3 process followed by type 2 لما اعمل الملتنج بغير انا من ال solid لل liquid اوكي على نفس الحرارة وعلى نفس ال pressure definitely فهاي ايش نوعها؟ هاي type 3 هلا لما صارت ال liquid water على 0 degrees Celsius رفعتها إلى 30 degrees Celsius كلها على 1 atmosphere هون ثبتنا ال state of aggregation وثبتنا ال pressure على different temperature فروحنا على type 2 إذا عندي بهاي ال process type 3 بعدين type 2 type 4 هي mixing of 2 liquids or dissolving of a gas or a solid in a liquid at constant temperature and pressure هاي type 4 هي عملية المكسنج برضو لأنه فيه بالعملية المكسنج كتير اوقات بتغير عنا ال internal energy اول specific enthalpy فبالتالي انا بدي ااخد بعيد الاعتبار من ال mixing high فمثال عن هذا الحكي mixing sulfuric acid and water at constant temperature of 20 degrees Celsius and a constant pressure of 1 atmosphere is type 4 يعني بعمل المكسنج وبحافظ على temperature والpressure فهادي ايش العملية type 4 واخر نوع اللي هو type 5 اللي هو chemical reaction at constant temperature وpressure اللي يكون في عيني 2 components بسيبينهم reaction على لفس temperature والpressure هذا هو type 5 اوكي هلا هاي مثال عشان نشوف شو بدي اسابيد من هدول different types of processes فرضنا هون we wish to calculate delta H hat for a process in which solid phenol at 25 degrees Celsius and 1 atmosphere is converted to phenol vapor at 300 degrees Celsius and 3 atmosphere يعني كان عندي solid على 25 حرارة 25 وضغط 1 atmosphere بدي احولها لـ vapor على حرارة 300 degrees Celsius وبتغط 3 atmosphere ففي يعني ثلاث اشياء هنت تغير فيها بدي اعرف كديش التغير في الـ enthalpy delta H hat اللي صار من هاي النقطة لهاي النقطة فانا عشان اقدر اعمل هذا الاشي بدي اعمل اللي هو hypothetical process path اوكي هلا لو كان عندي table لل phenol زي كان عندي ال steam table ال water vapor ال liquid اللي هو ال steam table عادي بروح باخد ال H على النقطة الاولى ال H hat وال H hat على النقطة التانية وطلع الثرق بيناتهم خلصة الوصة اللي هي عن طريق ال H hat vapor على 303 atmosphere بتلاقص ال H hat على solid 25 degrees Celsius 1 atmosphere وخلصت الحكاية ما بحتاج اي اشي تاني لكن بكتير موارد ما الها table زي ال steam table فبالتالي اللي بدي احسب ال delta H لهذا ال path فال true path اللي عنديها اللي هو زي ما احكي ال phenol solid 25 degrees Celsius 1 atmosphere ال phenol vapor 3 degrees Celsius وطريقة atmosphere بدي اسم هذا ال path لا مجموعة من الخطوات في كل خطوة بدي اغير بس اشي واحد فمثال ال beta H1 اول خطوة هون اللي هي منلاحظوا هون solid غلناها solid و 1 atmosphere ظلت 1 atmosphere لكن رفعنا الحرارة من 22.5 degrees Celsius ل 42.5 degrees Celsius وظلت solid اوكي بدي اسألكم هلا السؤال بتقول لكم تفكروا فيه منيح ليش احنا اخترنا 42.5 ليش معنا هاي حرارة انا اخترتها اوكي بهذا ال path لاحظوا شو عم بيصير بالخطوة التانية عم بيحول ال phenol solid لل phenol liquid على نفس الحرارة ونفس pressure شو معناته هاي؟ هاي الحرارة اللي اخترناها هي الحرارة اللي صارت عندها من solid liquid الملتنج اذا شو هاي الحرارة؟ هاي normal melting point ل phenol على 1 atmosphere كلمة normal melting point أو boiling point فانا تقول عن 1 atmosphere فانا هاي الحرارة بطلعها من table B1 المجد عندي او باي physical properties table للموار بقدر اطلعها وبعرف انه انا بدي اغير phase فبالتالي انا بدي اغير phase على melting point لانه انا بحكي عن 1 atmosphere فانا على الملتنج point فبالتالي انا هون بدور على الملتنج point وبرفع الحرارة من 25 ل الملتنج point اللي هي 2.45 هاي الحالة هلا هون غيرنا phase من solid ل liquid وبعدين بدي احول ل الغاز طيب الليكود عشان اتحول لل vapor شو بدي برضو بدي boiling point فبالتالي بدي ارفع حرارة الليكود هلا ده boiling point بتشوز بهاي الحالة 1001.4 degree سلسل فينول فبالتالي بس ارفعها من من 42 لو 181 على constant state of aggregation باللت liquid constant pressure اللي هو 1 atmosphere هلا بصار الفينول جاهز انه يعمل له evaporation هون بالخطوة الرابعة بحول liquid ل vapor على نفس temperature و pressure اوكي هلا صارت عندي vapor temperature و pressure اللي بدي اياهم لكن احنا الفيز اللي بدي اياه اللي بصلط له اللي هو vapor بدي اياه 300 3 اتمسفير فبضل عندي اني خطوة رقم خمسة بهاي الحالة اني ارفع من 181 ل 300 وبعدين ارفع من 1 اتمسفير ل 3 اتمسفير لاحظوا مرتين طلع على هذا ال pathway ونتبهوا انه في كل حالة في كل خطوة انا بثبت كل اشي ما عادة شغلة واحدة هون غيرت بس بس حافظت على temperature حافظت على phase هون غيرت بس temperature نفس phase ونفس هون حافظت على temperature pressure فهيك في كل حالة بغير اشي واحد اما state of aggregation انه هو phase او temperature او pressure تمام خلينا بس نطلع هون اه عشان نتاكد انه احنا فاهمين يعني ونضبط البرده الاشياء بشكل هالكامل هون دلتا اتش 1 والدلتا اتش 3 والدلتا اتش 5 لاحظوا هاي ال 1 وهي ال 3 وهي ال 5 هم كلهم من نفس ال type اللي هو type 2 شو عم بيصير هون change in ايش change in زي ما قلنا 1 و 3 لاحظوا هون ايش في change و 5 ايش في هون change كلهم عم بيصيروا على نفس ال vapor نفس state of aggregation ونفس ال pressure لكن في عنا ايش change in temperature اذا هو type 2 change in temperature at constant phase state of aggregation and pressure دلتا اتش 2 ودلتا اتش 4 برضه بشتركوا بنفس النوع اللي هو type 3 ال type 3 شو عم بيصير في عنا بالتلتا اتش 2 عم بتغير السورد لليكويد وبالتلتا اتش 4 عم بتغير الليكويد لالفيتر فهم type 3 change in state of aggregation لكن at constant temperature and pressure عندي دلتا اتش هات 6 هون بيصير ايش اللي وحيد عم بتغير هو اه ال pressure وهذا هو type 1 اللي بسيكون يعني change in pressure at constant temperature and state of aggregation فهلا انا بعد ما قسمت ال true path اللي انا بدي اياها هون ل 6 different steps بدي اطلع الدلتا اتش هات عم طريق شو اني اجمع دلتا اتش 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 مجموعهم كلهم بساوي الدلتا اتش هات تمام وحيط لعدنا نفس الاشي زي ما قلنا لانه هو ما بهم ما بهموا الدلتا اتش هات كيف مشينا من هاي النقطة لهاي النقطة اللي بهموا انه النقطة البداية هاي النقطة النهاية هاي الفرق بيناتهم اوكي مرة تانية بنوقف هلا على تست الفيديو نروح تستيو اجتري صفحة 161 نحلو قبل ما نكمل بالمحاضرة تبعتنا طيب هلا بدنا اا نشرح خطوات اللي حكينا فيها اا او يعني نشوف كيف بعد ما انه احنا نفهمنا انه في عندي اله هات واليو هات عبارة عن state properties بدي اشوف شو الخطوات اللي بدي امشي فيها عشان اني اا اطلع المطاليات اللي انا بحتاجها فاحنا شفنا بالبداية كيف لما خطوات اللي بتستغل فيها عشان اشتغل في انه اول شي بدي اعمل كل اشوف شو بقدر اطلع من قدر الامكان اي معلومة بقدر اطلعها من اطلعها من اجهزها عندي بعدين بدي اجعل بدي اخطار لكل موجودة عندي اوكي يعني اذا انا عندي مجموعة من الكمبوننت مش لازم يتكون الرفرنس لكل هدول الكمبوننت نفسها حسب كل بختار ايش هو الرفرنس اللي عندي اللي بنحدد فيه الفيز والتمبرتر والبرشور لكل يعني ممكن يكونوا نفسهم ممكن يكونوا مختلفين هلا اذا كنت انا الاتش هات وديو هات بقدر اطلعهم من بختار الرفرنس تكون نفس الرفرنس تبعت هذا التيبل اوكي اما اذا انا كنت بدي الاتش هات واليو هات احسبهم حساب وما عندي تيبل اطلعهم منه فانا الرفرنس اللي بختاره هو بكون بكي في اختيار الرفرنس بحيات انه يخفف علي الحسابات فباخد واحد من الانلت او الاؤتلت بختار واحد منهم بكون هو هذا والله بقول انه هذا هو الرفرنس اللي عندي لانه عند هاي النقطة هتكون الاتش هات او اليو هات بتكون تساوي زيرو وبالتالي بخفف علي الحال يزوء من الاحسابات اذا ما اطلع او اخذ الرفرنس ما الاقل علاقة بالستيمز اللي عندي واحسب الاتش هات واليو هات لكل الكمبونت هون لا او لكل الستريمز هون على الاقل واحد من الستريمز بكونت جاهز عندي قيمة الاتش هات واليو هات تبعته زيرو لانه الكندجنز تبعته من ناحية temperature pressure هم الرفرنس اللي عنا لهذا الكمبونت اوكي هلا اذا كان لدي closed system او closed system و constant volume بدنا نعمل table with columns for initial and final amounts of each species سواء من ناحية الماس او الموز والي specific internal energy اليو هات relative to the chosen reference state ازا كان عندي open system بدى اعمل اكتب table هادا ال table columns اللي عندو inlet و output streams وكل الكمبونت الها mass flow rate او molar flow rate و specific enthalpy اللي تبعته the chosen reference state بعد ما عملنا construction لل enthalpy input output table او internal energy output table بحسب required values اليو هات او الح هات حسب شو system اللي عندي وبعدين طبعا بنائنا على convenient path اللي انا بختارها يعني convenient path اللي بدي اعملها construction اللي تودها من النقطة البداية اللي هي reference state اللي نقطة النهاية وبعدين بروح على closed system ازا كان عندي closed system بقول بالنهاية برجع configuration وبعوض فيها كل الايقام اللي حسبتها و بطلع منها الاشي المطلوب اوكي فهلا هون بدي امر معاكم على الاكزامبل في الكتاب اللي هو 811 ونمشي في هدول الخطوات عشان نشوف تطبيقهم العملي وبالمحاضرة الجاي بنسير نشوف كل واحد هدول الانواع كيف بحسب الدلتا اتش او الدلتا يو المرتبطة فيهم وعشان نقدر انه نكمل في الحل لهدول الانواعكي بروسوسيز فعندي هذا المثال بقول لي اسيتون الاختصار له اذا في عندي غاز ستريم مكون من اسيتون فيبر ونيترجن بدي عمل له كوندنسيشن وبارشل كوندنسيشن يعني جزء من هذا الاسيتون بيثل له تكتف وبينزل بيين هون والجزء التاني بلله بيطلع مع الناتوجين هو بقول لي هون انه احنا البروسوس هون معمولها وبالتالي طلع المعنى بالاخر هاي الارقام انه هاي المول فراكشن للاسيتون والنيترجن في الفيد ستريم طبعا الليكود بيطلع بيور اسيتون هون هاي الاسيتون ليكود اه 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 وحددنا على هذا الستريم التمبراتور والبراشر اللي هو عشين الجليس سلسيس وفاف اتمسفير والبيبر هون بحددنا المول الفروريات والمول فراكشنز والمول تهمور معناته هاي معنومات بالنسبة للماس بالنسقولها جاسرة فهلا اذا بقولنا بقولنا nacعام للفيد ايش يعني القيمة 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 طالت اللي محتاج عشان اشغل هاي البروسوس ويطلع ماي هاي النتائج فاحنا لادلوشي الخطوات اللي حكينا عنهم قبل شوي بكي بدأ اوصل للحل. فاول اشي بقول لي انه هاي كانت اول خطوة عنا. واللي هو معمول الهون جاهز فبالتالي ما بحتاجها. الخطوة التانية كانت انه بدأكتب المناسبة واعملها اشوف ايش في منها دول او فالعندي انا فالاوبن سيستم فالاوبن سيستم الكيو دوت مانس دباليو اس دوت بتساوي دلتا اتش دوت زائد بلتا اي كي دوت زائد دلتا اي بي دوت. وهلا هم ما عندي موفينج بارت. اوكي ازا دباليو اس ما في عندي ما في عندي تشينج اه في الكنتك والبتانشي الانرجي لانه اه واضح انه احنا عم نحكي عن البروسيس عم بتسير على على يونت معينة. فالشينج بالليفل عادة بكون اه اه نقلاجبل. والفيد تشينجز اه اه نن نقلاجبل تنبريتشر تشينجز او كير بالتالي اه دلتا اي كي طبعا برضو بتساوي اه زيرو بنسبة للتغير في ال دلتا اتش. فاحنا بنقول انه هون بهاي الحالة ما في عندي اه شافت ويكا انه ما في عندي موفينج بارت. وكانتك انجي كان بي نيقلكتد فبتاني بضلها عندي الانيرجي بالانس اكويجن بالسيمبلس فورم تبعها اللي هو كيو دلتا اتش. هلا بنحدد الريفرنس ستايت لا الاسيتون والنيتروجن. بدنا قلنا احنا بنحدد الريفرنس ستايت لكل اه كومبورنت الحال. تمام? فالنيتروجن في عنا بالتيبل بالاخر اسمه تيبل بي ايه. في عنده اه سبسيفيك انثالبيز نياتروجن غاز على اتماسفير. واحنا بدنا ناخد الاتر من هذا التابل. فبالتالي انا بقود ما اني انا بتتعامل مع تابل معين. فبروح على هادا التابل. شو شو الريفرنس ستايت بردو بحضدها ان هال هي الريفرنس ستايت لهذا الكمبورنت. فانا النيتروجن حضدها الريفرنس ستايت اندي هو الغاز. ثوان اتماسفير ليش? لاني بدأ استخدم تابل بي ايت. والتيبل بي ايت هذا هو الريفرنس تابل. بالنسبة للأسيتون انا ما عندي وبالتالي بدأ اشوف ايش في عندي فيها اسيتون. في عندي ثري ستايت هذا وهذا وهذا. فانا بدي اختار واحد من هدول الستايت تابعتهم واقرر ان هاد هو الريفرنس ستايت تابعتي. الاكزامبل هاد اختار انه يكون هادا هو الريفرنس ستايت اللي اتبعنا. فالأسيتون الليكود. اتماسفير هي الريفرنس ستايت اللي عندنا. تمام? فحددنا الريفرنس ستايت طبعا هو اربترالي. اي واحد من دول ستريمز بقدر اني استخدمهم. بس هو هون هيك اختار يعني ما في اشي بقول لي والله انه لازم هاي او لازم هاي. هلا حكي انا بعد ما حددنا الريفرنس ستايت بدي اعمل الانلت اوتلت امتالبي تابل. كيف شكل هذا كيف زي ما احنا شايفين هون. في عند اول اشي اول كولم بكون فيه بحط الاسيتون. ما بحط الاسيتون بس لحاله بشكل عام لا. في عندي اسيتون بتوفيز معنا تحط الاسيتون فيبر والاسيتون ليكود. الناججن بالشيت عندي بس الموجودة في شكل الغاز. معنا تماس بحاجة احط الا شكل واحد من الناتجن اللي هو الانتو ومعروف انه غاز. هلا هادا اول كولم. تاني كولم وثالث كولم هم عن الانلت ستريمز. اول واحد منهم بكون عن الفلوريت سواء مول الفلوريت او ماس فلوريت حسب شو السيستم اللي عندنا. والتاني هو فالاسيتون مثلا المولر فلوريت للانلت اه سكس سكس بوينت ناين للبيبر وما في عندي في الانلت ازا نرجع هون نطلع بسع السريع. هاي لا هاي الاسيتون بيبر عن البيوت سكس سكس ناين هاي المول فراكشن نضرب المولر فلوريت نضروفهم في بعض بطلع معين مولر فلوريت لهذا هي سكس سكس بوينت ناين ونفس الشي سترتي تري بوينت وان لا النايتروجين وما عنا اسيتون الليكود. هون نفس الاشي الاسيتون الليكود. آآ بطلع معي سكس ستري بوينت فايف. ما عندي ولا نايتروجين بهذا السريم. لكن هون في عندي اسيتون بوينت سيرو ناينتو وهم بود اضربهم هذو كمولد فراكشنز بوضربهم بالآآ فبطلع معي القيام هن فلاحظوا عندي فيبر الاسدون ق psychic في ال الناتج انه عندي 33.1 تبعي بال وهي الاوت وهي ال اتش اوت وطبعا هشي ان ايЙش مش مقروفه بحط ومكان هالموز يعني هن حطينا اتش lain هات ثو هات اتش في هات اتش اول هات هون حطينا vitro ليش لان وهذا ال compassionate الذي هو ở اه اسدون بال обязатель هذه Sherlock Holmes موجودة على ايه عن تيجنز على اتمسفير و الحين اخترناهم فبالتالي قيمة تساوي زيرو اوكي? ولاحظوا على راس التابل هون بكتب الاتمسفير هذا التابل اذا احنا كتبنا صح وكنا يعني دقيقين بكتابته كتير بسحل علي العمليه لانه مجرد ما كتبته خلاص عرفت شو الكمبونتس اللي داخل عندي. المعروفة ومش معروفة لها رموز. اللي طالع عندي شو هو المعروف محطوط له قيمته ومش معروف محطوط كرمز. بضروب كل اه ان ان اه في تبعتها. بضروبهم كل واحد باللي مقابل اهلا بعد ما احسبها. وبجمعهم بطلع معي حسب المعادلة اللي هي الان ان في الان وان اي في الان بعد ما اجمعهم. وبعدين بطرحهم من بعض الطلع قيمة اللي انا بديها. فكتير كتير مهم انه اه نكون منتبهين ان احنا بنعمل الى هذا التابل ونكون مرتبين اه افكارنا تماما وعارفين شو اللي عم نكتبه بالضبط عشان تسهل علينا عملية حل البروزس بالاخر. هلا اه ما زي ما حكينا احنا عندي الاتش والاتش دول والتري والفور دول مش معروفين. فبدي احسبهم. فطبعا كل واحدة بدي احسبها كيف? عن طريق لي ما قلنا? انه مبدأ من الرفرنس لا البوينتي اللي انا موجودة فيها. فمثلا اتش وان هي لامين? هي الاسباسيفيك انثب الاسيتون فيبر على سكسي فار ديجري سلسلسلسل وان اتمسفير. للاسيتون الرفرنس اللي هو الاتمسفير. فهون بدي اعمل اه الباثوي تبعنا انه ابدأ من الرفرنس لويني ديجري سلسلسل وان اتمسفير. وبالتالي بدي اعمل كونسكشن لهذا الباثوي. كل مرة بدي اغير اشي واحد بس. بعدين اه بالنسبة لنا اه هون مثلا الاسيتون طبعا كل هاد الحكي هنشوف كيف نساويه في اه بالسكشنز القادمة. هون عمشروح لنا بهذا الامبل انه والله انه بطلع الاسيتون السي بي لويني تشوفوه انه هون عشان اوصل من الاسيتون التايبل بي 2 اللي هو في كل السي بيز ومنها بقدر احساب الدلتا اتش هات للسيفس المختلفة. انا ما رح امشي عليهم هون هلا. لكن اللي بدي اتشوفوه انه هون عشان اوصل من الاسيتون ان الاسيتون الاسيتون الاستون بدي اول اشي امشي بهذا اول خطوة اني اغير اشي واحد. من او بدي اغير او اك مشي او اك مجدعي. ليش انا انزل هو صح? بس احنا ليش بدهنا بالتغير؟ لانه انا كل المعلومات اللي عن موجودة على الهوه نورمال بولنج بوينت والنورمال ملتينج بوينت. فبالتالي هون نورمال بوينت بتطلع هالهي ففيسي سيكس ديجري سلسيوس. بس عشان اعمل هاتي من الليكود للفيبر بدي اكون عم بشغل فاول اشي منا غيرنا البروشر لوان اتنو سفير على اه بعلي رفعت حرارة هادا الليكود للفيسي سيكس ديجري سلسيوس عشان الخطة اللي بعتها تكون تغير في الفيز عفوا من لكود للفيبر على نفس الحرارة والاخرى بدي ارفع الحرارة من فهون في عندي دلتا اتش ون اي وبي وسي وديت اربع خطوات الاولى هي عبارة عن فبدأ اطلع في دلتا بي زي ما شفنا بانه دلتا اتش اصلا العلاقة في دلتا بي وبعدين في اللي هو اه بدي اتعامل معها من عشرين بهم بستخدم اوكي عشان انه احول من لكود لفيبر وبعدين بدي احفى حرارة الفيبر بستخدم من سي بي الفيبر من ففتي سيكس لا سكستي فاير بجمع احلول اربع خطوات وبنطلع منها اتش ون نفس الشي بيعمل بالنسبة لا اه اتش اه ثري بنفس الطريقة لان بس هون ما هيكون في عندي تتغير اه في التمبرتشر بنعملها بنفس الطريقة بس هون اه بعد ما اطلع الفيفسي سيكس ديجري سلسيوس بدي انزلها مرة تانية لالتويني ديجري سلسيوس بدي ابرد الفيبر هادا وبدي ارفع الفرشور مرة تانية لالفاف اتموسفير اوكي? هلأ بالنسبة للنيترجن بروح على التيبل بي ايت وبطلع قيمة الاتش تو والاتش فور هون دايريكتلي لانه احنا قلنا انه الناتجن الرفرنس تبعنا هو تويني فاف ديجري سلسيوس وان اتموسفير فبروح على الكندشنز اللي عنا للستريم الداخل اللي هو اه سكستي فايف ديجري سلسيوس هون وطلع قيمة الناتجن اه انزل بي على سكستي فاف ديجري سلسيوس وهون على تويني ديجري سلسيوس هلأ التيبل اللي عنا اه التغير اه او الرفرنس تبعه هو وان اتموسفير وكل القيم موجودة تبعته على وان اتموسفير فهون ممكن انه اعمل نجلك لتأثير البرشور اه بالستريم اللي طالع اتش تري اتش فور هون وباخده مباشرة وهاي بتكون اصمشن برضو حنشوف متى انها بتكون اه قيمتها اه يعني او اعتبر انه تغير في البرشور بتزير اني اعمل اه اهمله او لا هلأ منشوف بعدين بعضو بالسكشنز اللاحقة هلأ صار عندي كل الان ان والاتش ان والان اوت والاتش اوت موجهزين فبدي اجمعهم كلياتهم واضرب كل مولر فلوريت في الاسبسفك انتربي واجمع بالنسبة للاوت واجمع بالنسبة للان واطرحهم من بعض وطلع منهم قيمة الدلتا اتش هلأ اذا ما كان عندي الورك او الكنتك انرجي وطنشن انرجي زيرو بدي احسبهم لكن في هاي الحال عندي اياهم كلهم زيرو وبالنهاية هون امنيجي على هاي المعادلة اللي تساوي دلتا اتش دوت بنحوض مكانها اوكي دلتا اتش دوت بتساوي ناقص افين تثمية وعشرين معناته هي ناقص افين تثمية وعشرين اللي اه هي تمام فبهاي الطريقة طبعا هون هاي الاكزامبل ما بيبين لي او يعني ما ما نستعلمنا احنا كيف نحسب البلتا اتش لكل خطوة من لكن هادا نحن ساوي اه في التسكشنز القادمة فهون بنلاحظ ان هون في عنا صغير شغل كتير يعني ما في عنا اشياء كتير جاهزة اه فبنا ننتبه ان احنا نحاول نفهم الخطوات هاي اول باول عشان ما نراكم علينا العلم وهذا دول بس هون اللي بيبين لي الباثويز لدلتا اتش دوت الายاتش هات لكيف منشتغل من نبدأ من الرفرنس استيرت لا الاسيتيوم فيبر والاسياتون ليكود وننتبه على ان احنا نكون دقيقين بالتحول عن فيالزا من الرفرنس استيرت لا هادا السيستام اللي بيكوه انا اياهون تمام رح نوقف هون والمحاضرة الجاي نبدأ بنعرف كيف نحسب الاتش هات لكل واحدة من دول الستبس